مشاهدي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة ثمانية وست لماذا تتغدى الحيوانات لكن وقبل أن ننتقل إلى وضعية الانطلاق سنقوم بتذكير لما رأيناه في الحصة الماضية فقد قلنا بأن في محيط الإنسان تعيش حيوانات أليفة فهذه الحيوانات الأليفة فالإنسان ينتفع من خدماتها أو من منتجاتها فمثلا الأبقار فهو ينتفع من لحليب ديالها وكينتفع كذلك من لحوم ديالها أيضا الدجاج ينتفع من اللحم ديال الدجاج ومن البيض كذلك سنعود إلى وضعية الانطلاق تكبر الحيوانات مع مرور الزمن لاحظوا فالصورة هذه الصورة الأولى عندنا ناقة وعندنا الصغير ديالها فكلاحظوا بأن هذا الصغير هذا بعد مرور الوقت فهو غادي يكبر ويقول لي إما جمل أو لناقة ثم في الصورة الثانية هذه المرأة فهي كترعى مقاطع ديالها مقاطع ديال المعيز ديالها فبتالي في الصغير ديال المعيز مع مرور الوقت فهي كتغدى وتنمو ثم كتولي كبيرة فالسؤال الذي يمكن أن نطرحه انطلاقا من الصورتين هو ماذا يحصل لجسم الحيوانات أثناء النمو وشنك يوقع لجسم الحيوانات لما تنمو إذن ماذا ماذا يحصل لجسم لجسم الحيوانات أثناء النمو على مالسفة ماذا يحصل لجسم الحيوانات أثناء النمو وطبيعة الحال سنقترحه أجوبة فمثلا في الدجاج كنلاحظه أن الدجاج البيضة بعدما كتفقز كيخرج منها الكوتكوت ثم الكوتكوت ينمو يوما بعد يوم إلى أن يصبحها إما دجاجة أو لدي فبتالي فهي تتغدى تتغدى لتنمو إذن سنقترحه تتغدى الحيوانات تتغدى الحيوانات تتغدى الحيوانات لتنمو فهي كتتغدى باش كتتكبر إذن تتغدى الحيوانات لتنمو قلنا ماذا يحصل لجسم الحيوانات أثناء النمو قلنا تتغدى الحيوانات لتنمو لتنمو ثم ما سأقوم به يضع مرب الدجاج كل مجموعة من الدجاج في مكان خاص مرب الدجاج كي يضع كل مجموعة ديال الدجاج في مكان خاص بها أربطوا كل حيوان بالبطاقة التي تناسبه فعندنا هنا الدجاج لهم كبار ثم هنا الكتاكيت ثم هنا الدجاج لهم بدو يكبروا إذن يحتاجوا إلى كمية قليلة من الماء والغداء فعليش هم كي يعزلوا الدجاج كما هيك لأن مثلا هذا الصغار فهم كي يحتاجوا للمزيد من العناية فبالتالي إلا دارهم مع الكبار فما غدش يخلولهم المكلة وطبعية الحال مع مرور الوقت يقدروا يموتوا إذن يحتاجوا إلى كمية قليلة من الماء والغداء يحتاجوا إلى كمية متوسطة من الماء والغداء يحتاجوا إلى كمية كثيرة من الماء والغداء فبالتالي فهذا الصغار فكما قلنا فما كي يحتاجوا بزاف الماكلة كي يحتاجوا غير شوية إذن يحتاجوا إلى كمية قليلة من الماء والغداء الكتاكيت كي يحتاجوا غير شوية يحتاجوا إلى كمية كثيرة من الماء والغداء اللي هم أكبر الدجاج يحتاج إلى كمية متوسطة من الماء والغذاء يحتاج الكمية متوسطة يعني شوية دي الماء والغذاء بعد ذلك سنمر إلى الاستنتاج فمن خلال هذا النشاط ما دون نلاحظ لاحظوا في هذه الصورة هذه ثم بعد أن يكبر شيئاً فشيئاً فكيقول لي كمية هكا ثم يصبح ديكاً إذن ما دون نلاحظ من خلال الصورتين يزداد طول وكتلة جسم الحيوان خلال النمو إذن في الكتكوت ماشي هو اللي فات الصورة هذه فيزداد طوله وزدادت كتلته كذلك ماشي هو اللي فات الصورة هذه فزدادت كتلته وكذلك طوله إذن سنكتبه في الاستنتاج يزداد يزداد طوله وكتلته طوله وكتلته جسم الحيوان جسم الحيوان خلال النمو لن يزداد يزداد طوله وكتلته جسم الحيوان خلال النمو يزداد طوله وكتلة جسم الحيوان خلال النمو بعد ذلك نمر إلى الملخص أستخلصه أتمم الجمل بما يناسب الطول الوزن شربه وتغذية الحيوانات تمكنها من النمو للحيوان فهيك تأكل وكتشرب لكي تنمو وتكبر من مظاهر النمو عند الحيوانات الزيادة في الطول كيتزداد طول ديالها مش كاللحظوا بأن الحيوان يكبر فكيتزداد طول دياله والوزن أيضا إذن من مظاهر النمو عند الحيوانات الزيادة في الطول الزيادة في الطول والوزني الزيادة في الطول والوزني من مظاهر النمو عند الحيوانات المعجب النمو لكروسانس الوزن لبوا المظهر لأسبي لأسبي لبوا لكروسانس أعبئ تعلماتي ينمو الحمل الحمل هو صغير ناجا ليصبح كبشا ينمو ليصبح كبشا أكتبه أرخاما لأرتب مراحل نمو الخروف ثم أكتبه ثلاثة مظاهر للنمو عند الخروف لنغاديرتبه المراحل للنمو الخروف في المرحلة اللولى لما كان حملا يعني كان صغير يصرب ثم لاحظوا بعد أن زاد طوله ووزنه الصرج ليصبح كبشا كبشا نحيطوا في الصورة هذه أصبح كبشا إذن أصبح كبيرا فولا كبشا ثم سنكتب ثلاثة ديال المظاهر لنمو الخروف إذن أولا زيادة في الكتلة والطول إذن زيادة الكتلة والطول زيادة الكتلة والطول ثم ظهور القرون ظهور القرون ظهور القرون وأيضا خشونة الصوتي الصوت ديال الحمل ليس هو الصوت ديال الخروف أو لا تكاثر الصوف على الجسد تكاثر الصوف على الجسد ننقلنا الزيادة في الطول والكتلة ظهور القرون وأيضا تكاثر الصوف على الجسد من مظاهر نمو الخروف زيادة الكتلة والطول ظهور القرون تكاثر الصوف على الجسد تكاثر الصوف على الجسد فهذه من مظاهر نمو الخروف وبهذا ننهي تمرين صفحة 68 نلتقي في صفحة 69 كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الأول والتي يظاهر أمامكم في البلايلتس وبالرجع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء